فما لم يكن ديناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحتثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول عليه الصلاة والسلام حاثاً على التمسك بالسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإذا كان الدين كامل قد أكمل الله تبارك وتعالى لنا الدين وأتم علينا النعمة بهذا الكتاب الكريم وهذا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قال رجل من اليهود لو كانت هذه الآية نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً لأن فيها كمال الدين وإتمام النعمة قال عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال الفاروق إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عرفة يوم الحج الأكبر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن ديناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحتثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة